إلى أولئك الذين عندهم شغف بنشر كل وثيقة تحمل حقداً أو خلافاً أو نزاعاً بين دول الخليج حكامها أو شعوبها هل تحرصون على نشر ما يتعلق بلجوء الإمام فيصل بن عبد الرحمن وابنه الملك عبد العيز رحمهم الله تعالى إلى الكويت؟ هل تحرصون على نشر خبر الشيخ راشد السعدون من أمراء المنتفق إلى الكويت في آخر القرن التاسع عشر؟ هل تحرصون على نشر ما يتعلق بهجرة شعب بأكبله وهم الكويتيون إلى المملكة العربية السعودية وعبارة الملك فهد رحمه الله الخالدة يانعيش سوى يانموت سوى؟ هل تحرصون على نشر ما صنعه أحد وجهاء قطر وهو الوجيه عبد الله بن درويش رحمه الله تعالى يوم أن بنى أول مطار في دبي وأول طريق سريع في دبي وأول فندق في دبي بنى هو وإخوانه الكثيرا من ما يتعلق بالبنية التحتية في دبي هل تحرصون على نشر تلك الرسالة التي كتبها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إلى أخيه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر رحمهم الله تعالى جميعا وهو يطلب منه أن يعطي أمرا إلى وزير المعارف القطر آنذاك شيخ جاسم بن حمد جاسم بن ثاني لكي يطلب منه دعم للتعليم بمناهجها وكل ما يدعم التعليم في دبي وقد أخبر له في الرسالة بأن الشيخ عبد الله السالم رحمه الله تعالى قد وجه دعمه لدبي هذه الرسائل هي التي تثير المحبة والوئام والوفاق بين شعوبنا الخليجية وأما الوثائق التي تدعو إلى الشقاق والنزاع فلا نريده